أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو موقع بابل الأثاري في العراق ضمن قائمة التراث العالمي إضافة إلى أربعة مواقع أخرى في فرنسا وإسلندا وبوركينا فاسو ومقدونيا وقبلت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو المواقع الجديدة خلال اجتماعها في باكو عاصمة أذربيجان يوم الجمعة يقع موقع بابل الأثاري على بعد 85 كم من العاصمة بغداد ويتكون من آثار المدينة التي كانت مركز الإمبراطورية البابلية الحديثة بين عامي 626 و539 قبل الميلاد إلى جانب عدد من القرى والمناطق الزراعية المحيطة بالمدينة القديمة وذكر الموقع الرسمي لليونسكو على الإنترنت أن هذه الآثار التي تشمل الأسوار الداخلية والخارجية للمدينة والأبواب والقصور والمعابد شهادة فريدة على واحدة من أكثر الإمبراطوريات نفوذا في العالم القديم وأضاف أن بابل تجسد إبداع الإمبراطورية البابلية الحديثة في أوجها مشيرا إلى أن ارتباط المدينة بواحدة من عجائب الدنيا السبع قديما ويحضائق بابل المعلقة كان له تأثير على أشكال الثقافة الفنية والشعبية والدينية على مستوى العالم ومن المواقع الأخرى التي ضمتها اليونسكو للقائمة مواقع التعدين القديمة في بوركينافاسو ويأقدم دليل على إنتاج الحديد في البلد الأفريقية ويضم 15 فرنا طبيعيا يرجع استخدام بعضها لمئات السنين كما تم ضم حديقة فانتايوكل الوطنية الأسلندية التي أقيمت عام 2008 وتغطي 14% من مساحة البلاد ويوجد بها أنهار جليدية وعشرة براك نشطة من بينها أنشط بركانين في أيسلندا ترجمة نانسي قنقر